السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم طلبة صف الثالث سنوي اذيك يا وحوش عاملين اي؟ يا رب القنوب خير. ان شاء الله النهاردة هناخد فكرتين مهمين جدا على العزوم الطلبة تتلخبط فيهم. الفكرة الاولى منهم بتقولي اذا كان عزم القوة بالنسبة لاي نقطة على المستقيم ده يساوي مقدار سابت. فان القوة متجه القوة بكم من دول علما بان المعيار بتاعها بعشرة. لو جينا نبص على الاختيارات كلها نلاقي كله المعيار بعشرة. يا طرق انا اختيار من ده الصحيح. تعالي فهم فكرة السؤال وهدفه. فكرة السؤال يا شباب بيقول ان انت معاك مستقيم. وليكن ان هو ده المستقيم. لما جيت تجي بعزم القوة بالنسبة لاي نقطة عليه. يعني بالفرد كان فيه هنا نقطة. وكان فيه هنا نقطة. وكان فيه هنا نقطة. جينا نجيب العزم لانا مقدار سابت. طب يا استاذ لو كانت القوة بتأثر في النقطة دي. العزم من هنا. نفسه العزم من هنا. نفسه العزم من هنا. يبقى احنا يبقى احنا استفدنا ان خط عمل القوة بيوازي المستقيم يبقى لما ييجي يقول لي اذا كان عزم القوة بيساوي مقدار ثابت يبقى معنى كده المستقيم بيوازي خط عمل القوة يبقى دي القوة وده المستقيم اللي اتنين المتوازين طب انا استفاد ايه ان متجه القوة كده هيساوي ثابت في متجه اتجاه المستقيم لما ييجي يقول لك ان عزم القوة بالنسبة لاي نقطة بيساوي مقدار ثابت يعني ده القوة نجينا نجيب العزم كده لانا نفسه كده يبقى اللي احنا استفادناه يا شباب ان متجه القوة بيساوي ثابت كاف في متجه الاتجاه متجه الاتجاه ده اللي هو كان الميل يا شباب تعا نجيب الميل لما يديني معادلة سلب معامل سين على معامل صاد اللي هو بعد التبسيط ثلاثة اربعة والميل اصلا كان فرق الصادات على فرق السنات لما بنيجي نحوله متجه الاتجاه بيكون اربعة وثلاثة باعتبر ان اللي تحت هو خانت السين واللي فوق هو خانت الصاد لان الميل لو معيه احداثيات فرق الصادات على فرق السنات تمام يبقى نقدر تعرف ان القوة بتساوي ثابت مضروب في اربعة وثلاثة طب ما تجي نجيب المعيار للطرفين لانه مديني معيار القوة يبقى معيار القوة بيساوي كاف في معيار النقطة تمام والكاف دي لازم تحطها في مطلق دي كان قلب عشرة بتساوي معيار كاف وجينا نجيب المعيار ده اللي هو الدازر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع يعني عشرة بتساوي معيار كاف او مطلق كاف في خمسة ومنها مطلق كاف بتساوي اتنين لما اسمنا على الخمسة يبقى الكاف الوحدة بتساوي مجب او سالب اتنين تاني يا شباب كان يابش مهدسين بيقول ان العزم بيساوي مقدار ثابت يعني معنى كده ان خط عمل القوة بيوازي المستقيم ومعنى انه بيوازي يعني متجه الاتجاه هنا بيساوي ثابت في متجه الاتجاه المستقيم قلنا القوة بتساوي كاف في متجه الاتجاه لما جبناه من الميل خدنا المعيار للطرفين فبما ان الكاف دي ثابت رقم فبنحطه في مطلق حطنا هنا معيار وهنا معيار لاننا خدنا المعيار للطرفين معيار الكوة هو من دهوني بعشرة بيساوي كاف في متجه الاتجاه ده لما نجيب له معيار تلعب خمسة اسمنا على الخمسة يبقى مطلق كاف باتنين يبقى كاف بنوجة بأو سالب اتنين يبقى احنا لو حبينا نكتب القوة القوة هي كمتجه يبقى القوة متجه بتساوي مجب أو سالب اتنين مضروبة فيه اربعة وتلاتة ندخل اتنين ونسيط مجب أو سالب يبقى تمانية وستة اللي هي هتساوي تمانية في اتجاه سين مجب أو سالب تمانية في اتجاه سين زائد ستة في اتجاه صد وده طبعا الاختيار الاخير في شكل المقابل إذا مرت محصلة القوة بمركز الدائرة يعني ما المحصلة تمر بمركز الدائرة يعني العزم يه lähد المركز يكون بصفر ليه؟ لأنني أعرفت أن المحصلة يتمر هنا متيجوا هيا شفاب نجيب العزم نجيب عزم وهي القوة دي وهي هم عزم القوة دي ونجمعهم وبالصفر بالنسبة لنقطة العزم فإننا لا تستطيع التطول يعني حموم نحطه هذا كان اسمه نق يبقى عبارة عن نق جاتا سيتا بالمثل برضو هنا هذا كان نق يبقى دا نق جا بيتا طول دا عبارة عن نق جا بيتا جاتا بيتا طول دا عبارة عن نق جاتا ألفا دا نق جاتا ألفا تمام زي الفل يا أستاذ وبعدين تعالى إلا نحسب العزم العزم بيساوي القوة في زرحها تمام يبقى سالم القوة واحد في زرحها اللي هو نق جاتا سيتا طيب القوة اثنين برضو بالسالم قوة اثنين في زرحها اللي هو نق جاتا بيتا طب العزم ثلاثة اللي هو القوة الثالثة في زرحها اللي هو نق جتا ألفا كل ده بيساوي صفر طب تقسم على سالب نق لما جينا أسمنا على سالب نق بقت القوة الأولى جتا سيتا زائد القوة التانية جتا بيتا زائد القوة التالتة جتا ألفا بتساوي صفر تمام حتة ان احنا عايزين بقى نشيل الزاوية سيتا ونحط ألف وبهو جيم الحاجات دي هتتعمل ازاي؟ أحلها لك على واحدة وهيمشي الكلام ده على الباقي كله انت فاكر حضرتك ان دي زاوية محطية؟ أيوة كانت بتساوي نص إيه؟ المركزية طب هي فين المركزية؟ مش دي كده المركزية؟ من نق لنق طب ده كان مسلس متساوي صاقي الخط اللي جاي من الرأس عمودة على القاعدة مش بيقسم زاوية الرأس؟ أيوة يبقى معنى كده نسيتا قد ألف تانية شباب دي زاوية محطية نص المركزية تمام المركزية هنا كانت جوة مسلس متساوي صاقي ده خط جاي عمودة بيقسم يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي يبقى معنى كده أنا قدرت استفاد ان سيتا هي هيها زاوية ألف وكمان ان بيتا هي هيها زاوية باء وكمان ان ألفا هي هيها زاوية دي لاننا هنمشي بنفس الطريق في كل حالة ومن هنا يا باش مهندسين نقدر نبدل يبقى القوة الأولى جتا ألف زايد القوة التانية جتا باء زايد القوة التالتة جتا جيم كل ده بيساوي صفر عد ده بإشارة مخالفة يبقى القوة الأولى جتا ألف زايد القوة التانية جتا باء بتساوي سالب القوة الثالثة جاتا جيم اللي هو الاختيار الاول هتمنى ان نكون قدر تفيدك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة